موسيقى مشاهدين الكرام مشاهدي أني للتعليم العالي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وشباب وعراء نتحدث من وقت لآخر عن العمل الجماعي والعمل التعاوني والعمل التطوعي والحقيقة أنه هي أكثر الوسائل سرعة لإنجاز الأهداف وبتحتاج لجهد بما أن فيه تعاون وفيه عدد كبير بيتشارك فيه بينجز العمل بصورة أسرع والجهد فيها بيبقى أقل والحقيقة أننا تلمسنا هذا الموضوع داخل جماعاتنا وجدنا أن عدد كبير جدا من شبابنا وشاباتنا متفاهمين لهذه النقطة ويتعاونوا دائما لأداء مهمتهم وأهدافهم سواء في الأسر الجامعية أو في الحملات أو في المبادرات المختلفة بنفس الأسلوب بيحاولوا يجمعوا بعض بأكبر عدد ممكن علشان يحققوا أهدافهم وفي حلقة النهاردة معنا مجموعة جميلة من جامعة الفيوم حتكلمنا عن نشاطاتهم والأهداف اللي بيحاولوا يوصلوا من خلالها مش بس الخدمة أنفسهم وخدمة جامعاتهم لكن أيضا خدمة المجتمع حول جامعاتهم تعالوا مع بعض نرحب بمحمود رمضان بكالوريوس كلية التربية وقسم إنجليزي وعضو اتحاد كلية التربية جامعة الفيوم أهلا بيك يا محمد زي ما قلنا التشارك والمشاركة هي أقصر الطرق للوصول للهدف بأقل جهد وفي أسرع وقت حتكلمني عن نشاطكم في الجامعة وإزاي بنتجمع مع بعض إزاي بنحط أهدافنا وإيه أكتر حاجة إيه أولوياتنا في أهدافنا أولا أنا حابب بس أوضح الأول فكرة العمل نفسه يتفضل العمل نفسه دوة اللي إحنا لازم نكون في ترابط جماعي وعمل جماعي ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما في سورة مريم قال وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جانية ليه قال لها هزي؟ وربنا سبحانه وتعالى ما كانش يقدر مثلا لله المثل أعلن ويجيب لها الثمرة في إيدها وياها دا ولكن لها هزي عشان يحثها على العمل فالعمل دا هو ثمرة لازم كلنا نعمل في ترابط وفي تكافؤ استنادا برضو اللي قول الله تعالى واعتصبه بحبل الله جميعا إحنا في جامعة الفيوم أو في الجامعات كلها في حاجة اسمها التحاد طلاب التحاد طلاب دوت هو بمثابة نقابة للطلاب زي ما في نقابة طبية زي ما فين نقابة المحامين زي ما في ان نقابة الكلام دوت إحنا كنا محتاجين في الجامعة لنقابة تضم الطلاب نقابة تراعي مواهب الطلاب نقابة تراعي نشاطات الطلاب عايزين في طلبة عندهم حماس في طلبة عايزين يشتغلوه في طلبة عايزين يحققوا هدفهم سواء العلمي سواء الدنياوي او الثقافي او النشاطي او الكلام دوت فالاتحاد عمل فكرة جميلة جدا كل الطلبة بتعمل مع بعض سويا في ايه؟ في يد واحد طبعا بالجانب للأسر الطلبية الأسر الطلبية برضو بتساهم بشكل كبير في العمل الجماعي والعمل التطوعي ان بنلاقي كل الأسر او كل أعضاء الأسر مع بعض في ترابط فأي ايفنت يحصل في الجامعة او اي ايفنت يحصل في كل ايه ما بنلاقيهم كلهم في ترابط بنلاقيهم كلهم موقفين مع بعض فده بينمي بيخلي الروح الجماعية دي تسود وسط الطلاب بدل تفرقها بدل ما كل طالب قعد وحده لأ كلنا نعمل سويا مع بعض ايفنت نشترك فيه نعمل فيه كلنا فدي حاجة كويسة جدنا لطلاب الجامعة وفيما بعد بينمي بقى الروح في الحياة العملية بيبقى برضو على نفس النسق اللي هم اتخذوه في الجامعة جميل حيبقوا ايجابيين طبعا كأفراد في المجتمع طبعا وحيبحثوا برضو عن اللي يتعاونوا طبعا لتحقيق اهدفهم لو كلمنا عن قولنا ان احنا العمل التعاوني ممكن يكون من خلال اسرة ممكن يكون من خلال مبادرة ممكن يكون من خلال حملة زي الحملات الجميلة اللي بنعملها داخل جامعة الفيوم وانا بحييكم كلكم سواء من اول رئيس الجامعة لعمداء الكليات للطلاب اللي بنتشرف بوجودهم معنا دايما لنقل فعاليات وانشطة جامعة الفيوم لكن لما نتكلم عن اولوياتنا والاهداف اللي عايزين نوصل من خلالها من خلال تجمعاتنا المختلفة ايه اهم حاجة بنتوجه لها ايه اهم حاجة بنعملها وخلال الفترة الماضية ايه اللي تم و ايه اللي حسيت انه بما اينا خلاص يعني احنا الحمد لله بدأنا حياتنا العملية ايه اهم الفعاليات اللي شاركت فيها وحسيت انها تركت اثر طيب عند كل الطلاب اولا بالنسبة للهدف المنشود في حياة الجامعة عموما هو الهدف التفوق العلمي والتفوق العلمي دوت النشاط اللي احنا بنعمله او الاسر او الاتحاد ده بيساعدنا عن احنا نتفوق بل بالعكس ان فيه طلبة كتير بيقولك لا انا مش هدخل الاتحاد ده بيضيع وقت بالعكس انا طالب ثلاث سنين اتحاد وجايب تأدير جايب جدا مع مكتبة الشرق ولكن الاتحاد عمره مكان عائق امام الايه امام التفوق العلمي بل بالعكس بيزيد من كده تاني حاجة طبعا ان رئيس الجامعة ليه دور كبير جدا ومهم جدا في النشاط الطلابي وفي تدعمهم وفي الوقوف بجانبهم ومد ياد العون للطلاب كلهم طبعا رئيس جامعة الفيوم خالد حمزة يعني معروف جدا واخ كبير لنا كلنا يعني قبل ما يكون رئيس جامعة هو اخ كبير لنا كلنا وبينلاقيه وايه في جنبنا وبينلاقيه بيدعمنا سواء مقابل مادي مقابل معناوي كل الحاجة بيدعمونا بيها فدي بتبع حاجة كويسة جدا انك تلاقي مقابل للعمل اللي انت بتعمله او البذل اللي انت بتبزله تاني حاجة نحن مثلا بنشارك في مهرجان اسم العوجود الرياضية على مستوى جامعات مصر السنة اللي فاتت حصل الجامعة الفيوم على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية كلها انا كنت واحد من ضمن الفريق العوجود الرياضية في الأقصر والسنة اللي قبلها برضو في الغرداء مهرجان العوجود الرياضية ومهرجان النادوة الذاتية ومهرجان بيحصل تكافة وبيحصل ترابط ما بين الكليات وبعضها وبيحصل ترابط ما بين الجامعات وبعضها بتبع حاجة كويسة جدا بيلاقي فيه نوع من اللذة كده فيه فيه في حياة الجامعة ما تبقاش تقليدية كده اللي احنا نبقى مكتصرين على المحاضرات او الكلام دوات لا والنشاط الرياضي الحقيقة محبب للجميع مين ما يحبش يشارك في نشاط الرياضي خاصة ان المنافسة بتكون شديدة بين الجامعات وبتوصلوا ما شاء الله وبتحرزوا تقدم كميل جدا تقدم في كل المراكز نشاط رياضي نشاط اكاديمي لكن فيه كمان حاجة لذيذة قوي فيكم كطلاب ان انتوا ما بتنفصلوش عن المجتمع اللي انتوا موجودين فيه بالعكس بتحاولوا تقدموا يد المساعدة سواء بخدمات اكاديمية مفتوحة محو امية تقديم مساعدات جامعة تبرعات والحقيقة دي برضو من الفعاليات المحببة والمرجوبة اللي ده كثير من الطلبة انا كطالب في سنة اولى جامعة او لما كنت في سنة اولى جامعة كنت داخل ولا اعرف ما اعرفش اتحاد او الكلام دوت او مشاركتش في انشطة او مشاركتش في قصر عشان طبعا حديك عارفة السنوية العامة والارهاق الشديد السنة اولى الجامعية دائما عند كثير من الطلاب بيبقى مبهم فيها الطريق والناس كتيرة ما بيقوش عارفين هما داخلين يعملوا ايه او مش حابين المكان اللي هما ارتبطوا به او بطبيعتهم انعزليين ومش عايزين يتشاركوا فهي السنة الاولى دي بتبقى يعني دي الموضوع اللي انا اصلا لسه بنتعلم نفسي اتكلم فيه ان فيه طلبة كتير جدا بيبقى داخلين هدفهم المنشود اللي هما كانوا عايزين يحققوا ما تحققش وبيلقوا نفسهم دخلوا كلية تانية لما تدخلوا كلية تانية ما تلقوش للسياسة الانتقاد لا انا مش عاوزي الكلية دي سياسة الكلية دي وحشة هو اصلا يعني السياسة الانتقاد دي مش مبنية على بناء عقل سليم اللي هو عشان اوصل لمحلط الافلويشن التقييم لازم فيه فهم او تحليل او تركيب او افهم طبيعة الكلية دي او مستقبلها اي او الكلام ده فهو بينتقد بشكل عشوائي جدا للكلية ده امر خلاص واقعي يعني ربنا سبحانه وتعالى وعاسى ان تقروا شيئا وهو خير لكم انا استسلم بقى للواقع اللي انا فيه ويعني ارضى بقضاء الله ان ده هو ده مصيري وهو ده كلية اللي انا ربنا حطيني فيها واكيد خلية فمعودش انتقد بلاية الله بكثير جدا اول اسبوع واول شهر واول شهرين بيعودوا بس يعني طول ما انت شايفاهم بينتقدوا في الكلية لا انا دخلت هنا بالغلق طب وبعدين لا انا عايز احول لا طب وبعدين لا انا لا مش احب الكلية دي بيفضلوا كده يتخزلوا ويتراخوا في عدم المذاكرة او الكلام ده لحد ويلاووا نفسهم مستقبلهم ومتضمر خالص فاسياسة الانتقاط دي سياسة وحشة جدا انا المفروض اللي انا استسلم للواقع اللي انا فيه وابدأ اللي انا اتحارض بقى حول هدفي ابدأ اللي انا خلاص ربنا حطيني هنا اثبت ذاتي بقى في المكان دوت انا كلية تربية مكان كنتش عرف يعنيه كلية تربية ودخلت كلية تربية التنسيق جابهاني والحمد لله رضيب بقضاء الله ولا كنت اتوقع ان انا اطلع مدرس في يوم الايام انا كان هدفي غير كده خالص ولكن ما عدتش بقى لكن احنا كمان فيه اكتساب لغة طبعا فده الى حد ما بيفتح باب التعدد فرص العمل بالنسبالك مش بس كمدرس وحاجات كتيرة تانية ففكرة ان انا احب اللي انا بعمله علشان انجح فيه نقطة مهمة جدا وتالي ان عدد كبير جدا من طلابنا في المراحل الفرق التانية والتالتة والربعة لما بيدخلوا وبيقدروا ينجزوا ويحددوا مسارات لأهدافهم مختلفة عن اللي كانوا حطينهم ده اذا كان عندهم اهداف من الاول هي كلها بتبقى اهداف عشوائية وبيلعب فيها التوجه المجتمعي دور كبير لان الناس كتيرة جدا همها كلية القمة لكن انا هحبها ولا لا هل انا متفوق في المادة اللي انا هدرسها ولا لا هنجح فيها بعد تخرجي ولا لا فهي بتبقى اختيارات برضو عشوائية قبل دخول الجامعة او انا عايز اوضع حاجة بس محترون لحديك ان ما فيش حاجة اسمع كلية القمة وكلية قاء كل الكليات كلها بتكمل بعضيها كلهم مكتمع متكامل و panda ندور انه يتفهموا المجتمع في الوقت الحقيق طبعا كلهم مكتمع متكامل لولا المداجس ده مكانش هيطلع الدكتور ولا هطلع المهندس ولولا المهندس يعني كل الطبقات وكل الفئات بيتكمل بعضيها فمفيش حاجة اسمع كلية قمة وكلية قاء لا أهم حاجة أنك إثبات الزات في المكان الذي أنت فيه أنك تبقى ناجح في المكان الذي أنت فيه بس فيه طالب أي فائدة طالب يدخل كلية الطب ويفشل فيها وعلى عكس كلية التربية ويتفوق فيها ويبقى دكتور جامعي فالفائدة هنا أو الحاجة الجميلة أو الكويسة أنك تنجح في المكان الذي أنت فيه الشباب كثير جدا بيلجأوا للسلبية واللا مبالاة ودي حاجة يعني مش كويسة جدا بشوفك يعني على الواقع اللي أنا فيه أو في كلية تربية أو في جامعة الفيون بلاقي شباب كتير عندهم حتة اليأس حتة السلبية حتة اللامبالاة مش حابين اللي هما فيه ده مش هيجدي نفعا ده استحالة اللي هم والانتقاط ده يجدي نفعا لازم أطور من نفسي ولازم أنجح نفسي ولازم أرضى بالقضاء الله وتحاربناه الهدف المنشود وحاول أنجح وحاول أوصل القمة الوصول للقمة ده ليس صعبا سهل جدا مع إرادة ربنا أي حاجة جميل فكرة إن أنا أجمع الشباب حولي إن إحنا نتجمع على هدف واحد ده مش هيجي إلا إذا كنت فاهم أنا بعمل إيه مخطط للعمل الجماعي بصورة صحيحة حطت خطوات إجرائية اللي من خلالها أوصل للهدف اللي أنا عايزه وإلا هلاقي الناس تستهتر باللي أنا بعمله أو تستمر في لمبالاتها وسلبيتها وده بيتطلب منك أعضاء قياديين داخل الجامعة إن إحنا نرسم أهداف ويبقى فعاليتنا قريبة من مجتمعنا أكتر ما هي قريبة من الترفيه وإزالة هم همومنا الاجتماعية لأ مجرد انخراط في عمل هو كمان صورة من الصور التدريبية وصقل مهارتنا واستعداداتنا اللي حنواجه بها المجتمع بعد التخرج إزاي بنخطط لشغلنا داخل الجامعة هل كنا بنشتغل بالورقة والقلم زي ما بيقولوا وبنخطط لطول السنة إحنا هنعمل إيه هل بنقيم أهدافنا بعد ما بنوصل أحققنا اللي إحنا عايزين ولا لا وإيه اللي وقف قدامنا إزاي بنشتغل طبعا مرحلة الفيدباك دي التغذية الرعاة مهمة جدا في اللي أنا مثلا على أرض الواقع كمدرس بدخل حصة لازم أشوف أقيم نفسي هل الطلاب فهمه هل الوقت اكتفى هل يعني ده تمثيل على أرض الواقع مثلا بالنسبة للمدرس كذلك في الاتحاد الطلاب أو في الطلب اللي هما القيادين في الجامعة لازم يكون عندهم دراسة جدول للأشياء أنا هعملها السنادئة أو هعملها الترمي دوت بشوف أخر الترمي هل الإفنس دي تحققت هل اتعملها أتشيفت كويس هل بقت الطلب استفادوا منها ولا لا فأنا بحاول لنا أعمل فيدباك لنفسي عشان فيما بعد أنا نجحت ولا فشلت في الخطو ديت أعمل ده إفلويشن ده اللي هو التقييم لازم جدا عشان ما اشتغلش بشكل عشوائي كمان في الاجتماعات بتاع الاتحاد والطلاب بيبقى فيه اجتماعات ويبقى فيه اللي بيتخازن عن اجتماع معين بيتخذ معها إجراء قانوني عشان النظام وعشان من التزام آه طبعا وعشان الالتزام فإحنا بنعملش الشكل ده بشكل عشوائي إحنا بنحاول اللي هو اللي بنقدمه للطلبة أو للجامعة بيبقى خلفه كواليس كتير جدا كواليس كتير جدا منها شاب انتظم أو عضو انتظم عضو تخازل عضو مش عارفك إيه اجتماعات كتير جدا آه أخذ أراء الكلام ده كله عشان نوصل للهدف المنشوط طبعا تفاعل ما بينكم وبين بعض كطلبة آه بتحددوا من خلاله إزاي حنوصل وإمتى وإيه الجهد المطلوب آه بخبرتك طوال أربع سنوات داخل كليه التربية آه جامعة الفيوم آه إيه أهم المشكلات اللي بتواجه التحديات الطلابية آه هل المجتمع بمشكلاته والدولة كلها بمشكلاتها سياسية واقتصادية بتفرد نفسها علينا كطلاب وبنجد نفسنا في احتياج لإننا نوجد حلول لبعد هذه المشكلات على الأقل في السياق الطلابي آه والله في الحقيقة من ناحية المشاكل اللي بتواجه عضو الاتحاد اللي أول مشكلة بتقابلهم هي مشكلة إن الطالب بيبقى فاهم إن الاتحاد ده ليه صلاحيا أنه يعمل أي حاجة انت مش طالب الاتحاد العسل السحرية أنا ماشي فيه انت مش طالب الاتحاد أنا عنده مشكلة ده ممكن يقول لي أنا معيش في لوس هات في لوس انت مش طالب الاتحاد هو يفاكر إن طالب الاتحاد ده هو كل حاجة لا طالب الاتحاد ده بيبقى مقيد بلايحة طلابية طبعا بينص عليها سواء الليحة طلابية 2007 أو 2010 فإحنا ماشيين بحاجات معينة بنود معينة ماشيين عليها ما نقدرش اللي إحنا ناخد كاريفة كده عنه إطلاقا فالمسموح لنا إحنا بنعمله والمفروض اللي إحنا نعمله لأي طالب أو خدمة أي طالب إحنا بنعمله في حدود المسموح بس المشكلة التانية اللي أنا بلاقيه دي مشكلة تانية المسموح طبعا المتاح لنا المتاح لنا والإمكانات المتاحة لنا كان أخبارها إيه محمود وده مصدر مشكلة تانية طبعا الفعاليات المختلفة لكم وأنشطتكم يتيالي أنتوا أحيانا بتتشاركوا كمان مرديا طبعا علشان مغاد في الدنيا والله في الحقيقة الوصول للمسموح ده بيبقى صعب شوية برضو بالنسبة للمقابل المادي عشان مثلا نعمل إفنت أو كده ده بيتطلب اللي إحنا ناخد إجراءات كتير جدا عشان نوصل للا للمقابل المادي اللي إحنا نعمل بالإفنت ده ممكن ياخد مننا أيام أيام وأسابيع كمان عشان نوصل للكلام ده وده برضو بتعبر عن عائق شديد أمام طلبة الاتحاد أو ممكن اللي هو ما يدولش بس ده على فكرة يعني واقع مجتمعي أيضا طبعا مفيش خطوة عندنا في المجتمع لأي خدمة إلا اللي بيقى لها خطوات وخطوات طويلة لو دخل فيها موظف فاسد أو موظف مرتاشي أو موظف مهمل هتبقى الخطوات اللي انتو بتعملوها في الجامعة دي بمنتهى اليسر خلال أيام ممكن تتطلب منها شهور فهو تدريب أيضا في جانب آخر في مواجهة بعض المشكلات اللي حنقبلها هو السلاح ذو حدين يعني منها اللي احنا يعني بنتجنب بس الحدين إيجابيين يعني في الحقيقة إن نشاط الجامعة ومشاركة الطلاب فيه ده يعني كله إيجابيات أنا لا أعتقد إن احنا ما بنستفدش بأي صورة أو من الصور حتى لو ما بنوصلش للهدف اللي احنا عملناه كفاءة الخطوات اللي احنا مشيناها كفاءة الخبرة اللي احنا اكتسبناها ده في حد ذاته أحسن من الطالب اللي بيقعد في البيت ماسك الكتاب أو الملزمة وبيحفظ فيها علشان يوصل الامتحان ويخلص ويتهيقلين عدد كبير دلوقتي من شبابنا وشاباتنا مش بالصورة دي أنا بعرف شباب كتيرة بيشتغلوا أثناء أعمالهم أثناء دراستهم بيدوروا على شغل الإبان رائع رائع واشتغلت ايه في مجال جميع يعني ده كمان سقل مهار آخر مع ان احنا ضدها لكن هي في ناس كتير في احتياج طبعا للدروس الخصوصية اللي عندهم فروق فردية اللي عندهم عدم استطاع على الفهم اللي عندهم بعض المشكلات في بس ما فيش طبعا بالضبط ما فيش بما ان انت حر نفسك منقدرس نحاسبك يا محمود لكن طبعا احنا بنقدم خدمة رائعة وده ده اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا عندنا وقت كبير جدا كطلبة جامعة ان احنا نساهم خدمة نفسنا وخدمة الجامعة وخدمة كمان المجتمع كون ان انت تشتغل عضو التحاد طلاب ونموذج ايجابي رائع من النموذج اللي حابين انها تنتشر داخل جامعة يا رب كمان عاوز اقول حاجة ان الاتحاد دوت في ناس كتير او في طلبة كتير لا انا هدخل التحدي ازاي لا هو ايه التحدي اصلا فمش عارفين يعني ايه التحدي طلبة التحدي الطلاب دوت شارك بنسبة كبيرة جدا في يعني بيشارك في عمل طالب ناجح عمل طالب مجتهد عمل طالب مشارك في المجتمع يعني انا كل المهارات اللي انا اكتسبتها هداية على مدار الاربع سنين انا بطبق يعني خمسين في المية أو سكتين في المية في الواقع نفسه انا اكتسبت الخبراء اكتسبت ازاي اعمل اتسبت ازاي اعمل مبادرة أعمل ندوة معينة في أثناء الجامعة أنا كنت مجسد الحياة دي في الواقع لأننا كنا عاملين مثلا مبادرة لتيسير الزواج مبادرة ل... داخل الجامعة ولا خارج الجامعة خارج الجامعة طبعا كان إيه أهم مضمونها كان إيه المبادرة بتاتيسير الزواج وروحته المين طبعا إحنا بنروح لرؤساء العائلات اللي هيا في الكرة في الأرياف وكده وبنبدأ اللي إحنا نحاول نوعيهم أو نفاهمهم إن البنت مش سلعة البنت مش ما تقايمهاش كأنها سلعة لازم يجي لها كذا ولازم يجي لها كذا في ظل الظروف الاقتصادية أو في ظل الغلاء الذهب اللي والشباب بتعاني منه جدا فكنا بنحاول نعمل بقدر إن كان حاجة تكون خطوة إيجابية عشان... والاستجابة كان شكلها إيه محمود؟ الاستجابة طبعا طبعا هي حملة واحدة مش كافية يعني حملة واحدة في هذا الاتجاه مش كافية ده لازم يبقى فيه استمرارية طبعا طبعا ولازم يبقى فيه جدية من قبل طرفي عقد الزواج مش بس الأسر اللي بتزوج بناتها تيسر لكن كمان الأسر اللي بتزوج شبابها من الزكور يبقوا على قدر من التحمل المسئولية والجدية والقدرة على العمل والقدرة على مواجهة الحياة هي زي ما أنت بتقول العملية مش فلوسه بس ما أنا ممكن برضو الشاب يعتقد أنه هو كمان بيشتري بنت لا العملية ده عقد زواج محتاج فيه مشاركة حياتية من كل شيء من كل نوع فهي طبعا الحملة اللي انتو عملتوها مش هتبقى الوحيدة لازم يبقى فيه استمرارية لتغيير توجهات المجتمع في هذا الشهر طبعا طبعا ولكن الموضوع ده بيحتاج وقت طويل جدا عشان نغير سلوك ما أو طابع ما عند الناس ده محتاج وقت طويل جدا محتاج برامج توعية جدا وبالله إن العاق الوحيد في المبادرات ده إن فيه ناس كتير بتستجاب لكن فيه ناس كتير زوجاتهم بتأثر عليهم يعني مهما عدنا مع رجالة ومهما اتفقنا فهي الزوجة هي خطوة خطوة طبعا الأمور تسير للأفضل لكل مجتمعنا شاء الله بإذن الله محمود رمضان نقول إيه ليسانس أداب وتربية جامعة الفيوم قسم إنجليزي عضو اتحاد كلية تربية على مدار كذا سنة بنتمنى لك كل نجاح وتوفيق في حياتك العملية زي ما نجحت في حياتك الجامعية وبشكرك على هذه المشاركة الطيبة معنا أشكرك مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لاستقبال ابتسام الصعيدي وفاطمة الزهراء حسين طلاب أيضا وطالبات في جامعة الفيوم هنسمع منهم ونتعلم إزاي نكون إيجابيين ومشاركين بجده مينا الكرام مشاهدي شباب وقراء بجد ترحيبي بحضراتكم وبرحب دايما بشبابنا الرائع بحملاتهم بمبادرتهم بأفكارهم الخلاقة والمبدعة اللي بنحب نعرض لها من خلال برنامجنا شباب وقراء تعالوا مع بعض نرحب بالأستاذة ابتسام الصعيدي منصق حملة شكرا أهلا بيك يا أستاذة ابتسام بنشاط إيجابي دائم وإحنا دائما في متابعة لنشاطات حضرتك اللي بتتم بمشاركة عدد كبير جدا من شبابنا وشاباتنا سواء داخل الجامعة أو خارجها أهلا بيك معنا ومعنا أيضا فاطمة الزهراء حسين عضو فريق حملة شكرا اللي هنتكلم عنه في الجزء ده من حلقتنا وهي حملة رائعة هدفها جامعة أكبر عدد ممكن من شبابنا عشان يقولوا شكرا هنقول لمين وإزاي والهدف من الحملة هتكلمنا عنه الأستاذ ابتسام بسم الله الرحمن الرحيم الهدف من الحملة طبعا نظرا للظل الظروف العصيبة اللي احنا بنمر بيها في البلاد دائما كده بعمل حاجة فيها ريأكشن أو فيها تنشن بقول الناس كلها متعصبة والناس كلها عندها ضغوط نفسية ومشاكل وضغوط عصبية ففكرنا في حملة احنا شباب كلنا مع بعض طبع موقع إغباري اسمه القيمة نيوس حبينا ننشر لأن احنا محررين صحفيين حبينا ننشر حاجة إيجابية في البلد كل شوية مننشر فساد وبنهاجم وتهبنا وقلنا خلاص بقى محتاجين تغيير الكلمة المكتوبة أصبحت محتاجة الفعل زي ما حدرتك تفضلت ما تبقاش كلمة وبس لكن كلمة وفيه فعل وإجراء معاها علشان نوصل للي احنا عايزين يعني عايزين نبطل ننتقد وبس عايزين نبطل نرصد وفقط لا يبقى فيه تفاعل ما بين قائل الكلمة زي ما حضرتك محررة صحفية ونكحة جدا في هذا المجال وايضا ان احنا نشد شبابنا لفعاليات تحقق لهم دوتهم وفي نفس الوقت تحسسهم بمسئوليتهم كشباب داخل المجتمع هي فعلا احنا مجرد ما قلنا يا جماعة احنا هنعمل حملة اسمع شكرا طبعا كله يعني كل اعزان صغيرة بالنسبة للشباب اللي معانا والناس طب هنعمل ايه وهنشكر مين وهنعمل ايه يعني حبنا نعمل للحملة اهداف حبنا نعمل للحملة معايير معينة للناس اللي احنا هنكرمها اه تقييم معين اختيارات على اسس الشخصية اللي حنقولها شكرا حنقولها شكرا عن ايه وانيه وعمل ايه وانيه وعمل ايه خدمة المجتمع عشان كلمة شكرا تبقى عن حق مش مجرد مجاملة او مجرد ان انا قدي شهادة كده الواحد الشقة عن اي حد يعمل مؤتمر بيكرم الناس على وجودهم مثلا تواجدهم في المؤتمر او حاجة لا انا بعمل شهادة علشان اقولهم شكرا شكرا للنماذج المشرفة شكرا للنماذج المجتهدة والمخلصة في البلد شكرا لللي بيشوف شغله بضمير حي وصاحي شكرا للنماذج الايجابية في المجتمع ويتعيق ليه فاطمة الزهراء احد النماذج الجميلة اللي شاركت مع حضرتك في الخطوات الاجرائية ان احنا نفعل اللي احنا بنقوله فاطمة انت طالبة وكلية الحقوق جامعة الفيوم جامعة عين شمس وطالب الحقوق بيعرف اللي ليه والعليه زي ما بيقوله ومطلوب منه ان يوصل بنفس الدرجة من الفهم للحقوق والواجبات حتى مع المواطن العادي في داخل الشرع المصري قوليلي شاركت ازاي في الحملة وتعرفت ازاي على الاستاذ ابتسام وايه اللي عملناه خلال الفترة الماضية بداية انا بداية تعرفي بالاستاذ ابتسام السائجي طبعا لان انا شغالة محررة معيها في الموقع القمة نيوز بردو فلما جات عرضت علي الفكرة بتاعت الحملة شكرا الفكرة عجبتني جدا بصراحة يعني وبعدين هي مش مقتصرة لمجرد شخصيات قيادية فقط لا يعني ممكن انسان بسيط جدا بس عمل حاجة حلوة فاحنا نيجي نقوله شكرا بنكفأت بنديلت حاجة ترفع من معنوياتك يعني اتشجيع على حسن الاداء وطوابه الايجابي انت لو عملت حاجة كويسة او اتقنت في عملك وانا لاحظت الاتقان ده وجلت كفقتك عليه طبعا انت هتستمري في الاتقان وممكن غيرك يشوف ان انت اتقنت في عملك وكفقتي من الناس وكده فهو كمان هيبقى متقن في عملهم مخلص انت في الفرقة الكامية فالفاطمة ربعا ادائك رزين والاجمل انك فهمة انت عايزة ايه وابتعملي ايه ولو كل انسان قدر يحدد اهدافه وتموحاته هو عايزة يعمل ايه ان كل واحد هقدر يحقق اللي هو عايزه بالزبط حطينا نماذج للشخصيات اللي حنوجه لها الشكر في اطار اكيد من اولويات ومتطلبات خلال الفترة اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي استاذ ابتسام ولا كانت توجهاتنا عامة والله احنا حطينا حطينا توجيهات ومعايير معينة للحملة واحنا قريضي شغلين بيها واللي كان بينصحني دايما الدكتور اشرف ملع رئيس مجلس الكامل الاعقام بنفسه شجعنا اكتر للفكرة لساعة ما كرمنا عن دوره في الجميل بالنسبة للشباب المعاقين حبينا نكرمه ونقوله شكرا يا فندم لان كان مدين قردت من سنين الناس بتشتغل وما حدش بيقولهم شكرا او حتى يقولهم يعني كتر خيركم على انكم فيه نموذج حي ضمير حي شغال حاليا في البلد وهي كده يعني خلاص احنا اخدنا على ان فيه فساد بنقف طوابير الميكروباس بيزود القجرة ما عندوش ضمير بنحسب بعض كلنا طب ليه ما نقولش شكرا ونبين النموذج الحلو ده للناس ونقولهم يا جماعة فيه ناس لسا بخير فيه ناس عندها ضمير فيه ناس كويسة عايزين نكرمها وانتو حوالينا يعني انا لما لفت نظري ماشي مرة لقيت سايس رجل كبير قوي وبعد ما مشيت رجعتي تاني قلت يعني راجل كبير وسن الشيخوخة وبيمسح عربيات لحد دلوقتي فاضطريت ان انا رجع تاني وانا ماشي بالشهادات الشباب كلهم من الحملات كلها طبعا من دور الحملات الاستاذة فاطمة هتكلمكم فيه كلنا ماشيين بالشهادات معانا في اي مكان مخطومة ممضية عشان نسجل فيها لان معانا نحنا نسجل كده افهم ان الباب مفتوح للتكريم امام كل افراد المجتمع بكل فئاته مش بشخصيات بعينها او انجازات كبيرة جدا بعينها احنا بنكرم اي انسان بيقدي عمله بصورة جيدة وبيوجد نوع من الايجابية نوع من التقبل الحسن لانفسنا والدواتنا داخل مجتمعنا أيضا ودي برضو من النقطة اللي انا حطالها معايير ان احنا قلنا فيه على فكرة قالهم كرمنا ناس من الأحياء كرمنا ناس من ده برضو حد في الإدارة المعرفة رئيس المبيعات دي ست يعني الأول مرة تتكرم معنا الزميرة أمل جسمها رابت بيت وعلى الطبيعة أنا بروح لهم على الطبيعة يعني ناس بيقولولي فلانة وفلان نموذج فأنا ببحث النموذج اللي قدامنا عمل إيه مشاركته الطيبة كانت إزاي وبإيه أبكوا الناس أبكت من الفرحة يعني فيه ناس دلوقتي تقولي فيه ناس بتهاجم زي ما هي مشاركة معنا في الحاملة ناس بتهاجم بيقولولي أنت كل شوية تنزلوا حاملة شكرا عمالين تكرموا الناس والبلس خربونا قلتم يا جماعة أنتوا كده بتخربوها إحنا نموذج بنكرم الناس اللي شغالها عشان تشتغل أكتر عشان عجلة الإنتاج تزيد أكتر علشان الناس تتنى زي ما هي كده تشتغل لغاية آخر يوم في عمرها يعني الناس لما تيجي تاخد الشهر أنا أنا كنت حابة أعرف ناس مش عارف معنا الشهر القصة اللورة كل صورة بعد إذن حضرتك يا أستاذ ابتسام يعني سبب التكريم وبنقول شكرا لإيه لأن ده أيضا نموذج يعني اللي تعمل هو نموذج لآخرين وفي نموذج أنا عايز أعرضه أيوة داوة الله ينور عليك النموذج ده من مترو فيصل بالتحديد ده اسمه عم سيد لما أنا رحت مرة المترو لأسف كان آخر شهادات معي فأخدت تيلفونه وقلت تواصل معي فجت في مرة رحت لقيته قبل ما اتصل به رحت لقيته في مترو فيصل الراجل عامل عملية في عينيه ورفض أنه يعود في البيت وأصر أنه يكمل قال لي بالمعنى كده على طول يا بنتي أنا لو قعدت في البيت ميلة هيصرف علي أنا أبكيت لما جيت اديت رشهادة ودي بشغلها شغلانتين هي مهندسة الصبح وبعد الدهر في المترو وشغلها ومثال نموذج جميل جدا نموذج لأفراد في المجتمع وكل بيشكر فيها مجليلة ومحدش بيفكر حتى هو معدي أو هو راجع أو رايح يقول لهم شكرا مفيش الكلمة دي ممكن تفرق معهم كتير فما بلنا شهادة اليوم ده فرق معهم كتير أول كان فيه فرحة كبيرة يعني كلهم خدوهم بالأحضان وأنا بكرمهم ولقيت طبعا أو يعني أنا مش عايزة أقول لها نقطة مهمة جمان رد فعلهم ممكن فيه ناس كتيرة تستهين بالورقة وما تدركش أهميتها كلمة جاية لي كلمة تقدير وكلمة شكر مش بس شفاهة ولكن مكتوبة في ورقة وبتتقدم لي وتحت عنوان يا رد يعني لو كان معنا نموذج من هذه النماذج اللي بنقدمها لأفراد مجتمعنا بنقول لهم فيها شكرا كاتبين إيه فيها أستاذ ابتسام؟ أنا الأول بفاجئكم على الهوى طبعا بتكريم للأستاذة مونة رئيس قناة التعليم العالي تكريم أخر المشكورين لمتابعتنا لجهودكم وده أقل واضي بالحقيقة نامل معنا يعني اقري بس اللي عليها كلا وتلاقي يعني شوفي الكلمتين دول بأفطار في ناس إزاي تتقدم إدارة موقع القمة نيوز بخالص الشكر والعرفان للأستاذ مونة الهانسي رئيس قناة التعليم العالي على ما تبدله من مجودات جليلة من أجل رفعة الوطن في هذه الأوقات العصيبة فكل كلمات الشكر والعرفان لا تكفي ما تستحقه منها وبالتالي دي نفس المفردات اللي بنستجدمها في كل شهادة بنقدمها لكل فئات المجتمع مشكورين طبعا على هذه الشهادة نشكركم 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 بس الشكر الأكبر لكم على مكافئتكم لأي فرض المجتمع على جهده وأداءه لعمله بمنطقة الضمير ومنطقة التفاني فاطمة حضرتي حالة من الحالات دي قدمتي شهادة احكي لنا الفعليات بتتم معاك سيد أقدمت شهادة قبل كده وعلى فكرة احنا مش مقتصرين الكلام ده في القاهرة بس اللي احنا بنسيفر كمان يعني الأستاذة أكيد أعضاء الحملة كمان معاك بمحافظة مرتفلين مرتفلين في المحافظات يعني أمبارح كان فيه تكريم في محافظة الغربية كرمنا هناك برضو قيادات وكرمنا ناس يعني أنجزوا في أعمالهم وأبقانوا فيه أنا عن نفسي شخصيا كتجربة شخصية كرمت قبل كده سيدها كان اسمها أم فهد تمام زوجها توفى وكان سيب لها بنتين وولد صغير يعني هي كفحت عليهم كتير ووصلتهم كلهم تعليم عالي من ما فيش يعني هي ست لا متعلمة ولا حاجة خالصة هي ست بسيطة جدا الحمد لله يعني وفرحت جدا بالتكريم اسمحيلي يا فاطمة لما نديلها التكريم في شهادة التقدير كان رد فعلها إيه خاصة وهي في احتياد مادي يعني أبسط حاجة تقولك يا رد ظرف فيه مبلغ هو حينفعني أكتر من الورقة لكن أنا عايزة أعرف رد فعلها على أنت عملتوه فيه ناس كتير أو بتفرق معاها الكلمة الحلوة التكريم المعنوي يعني التكريم المادي يعني التكريم المعنوي ده مشبع أكتر من المادي فهي طبعا كان رد فعلها أن هي فرحت جدا وحست بأن في حد في المجتمع ممكن يقدرها واخد باله منها لما بنقدم الشهادة بنحتاج عدد كبير معانا عشان يشجع اللي تلقى الشهادة التقدير ولا بنعمل إيه يعني إيه فعالية تقديم الشهادة لأي فرد من الفئات المختلفة اللي احنا شفناها في الزور يعني أنا بشوفه بتابع جهده بروح أعمل الشهادة برجع له كفرد ولا بنبقى مجموعة بتعرض له الفكرة وبتقول له شكرا وبتجمع عليه أكبر عدد ممكن لأن الفرحة دي في حد داتها هي دعم معناوي لي بص يا هو على حسب التواجد يعني مثلا ممكن يبقى أكتر من شخص من الحملة نازل بيكرر النموذج واحد وأحيانا بيبقى فيه تكريمات تانية في المحافظات وفي كده فبنلتر انت تنزلي لوحدك مش بيكون معاكي حاجة بيبقى رد الفعل وإحنا لوحدنا زي ما بيكون معنا مجموعة لا طبعا الجماعة أكتر أكيد أطبعا وبيحسوا بأنه يعني الشكر ده موثق بالزبط أكتر من شخص جايه بيتكلم وبيكرم فبيبقى طبعا ليه فرحة أكبر وأعمق أكيد ما تعرضناش لمواقف دايقتنا أثناء حملتنا لا لحد الآن لا ما شاء الله على فكرة ده برضو في حد داته بيطمننا على أن الروح الحلوة للمصريين الروح الحلوة موضة والاكتفاء بكلمة شكرا بزبط أن كلمة شكرا لوحدها ممكن تخليني أشعر بالامتنان وأشعر بالرضى وأكمل وأنا مبسوط مش محتاج مكافأة مش محتاج قيم مادية ملموسة تتقدم لي عشان أحسن أرضى عن اللي أنا بعمله أو أكتفي بالرضى لكلمة الرضى والاكتفاء بيها في الوقت الحالي إلا حد ما صعبا لا بسي الروح الحلوة موجودة والقناعة موجودة وكل حاجة موجودة بس ضغوط الحياة هي اللي فقتها شوي مش أكتر إنما كل حاجة موجودة كل حاجة حلوة لسه موجودة كميرا بس إزاي نوصلها أستاذة بتسام لما دشنا الحملة ردود أفعال شبابنا وعدد المشاركين معنا وإزاي حيبقوا مكملين إن شاء الله في نفس الطريق إن شاء الله لحد النهاردة بيجينا على الإيميل رسائل بيجينا على الفيز بتاعنا رسائل الشباب ما تعرفيش جات إزاي إن شاء الله يعني الناس بتطلع من الكابت اللي هي فيه وتقول إحنا معيكم وعندنا نمازج إحنا بنشوف مين اللي بيوقفنا طوابير ومين الناس اللي عندها ضمير بتمشينا مين الموظف اللي بيعتقاس في عمله ومين الموظف اللي عنده ضمير الصعب قوي إن الواحد دلوقت يعني يبقى عنده ضمير في شغله فديه النمازج اللي احنا بنقيها بالنسبة بقى لأحد المشاركين في الحملة طبعا أنا عايزة أقول بشكر المهندس إسلام فراج اللي هو بيعمل الشهادات الثانية الرئيس مجلس الإيدورة معنا اللي هو بيعمل الشهادة وبيضبعها ومسؤول عن احنا بنشكركم مرة تانية على التقدير لرئيس القناة وبنتمنى لكم دايما كل نجاح وتوفيق يتعالي مش هو الوحيد اللي بتقدموله الشكر الحملة فيها أعضاء كثيرة هتتفاجد كمان إن فيه فنانين في الحفلة المخرج مصطفى ديمرداش معنا وهينزل قريب قوي مع حملة رد الجميل وحملة شكرا هينزلوا لتنين حملة رد الجميل المهندس الدكتور يوسف السبع بنفسه جهز ميد بطنية وإن شاء الله هننزل كلنا هنوزع البطاطين بشهادة على أساس إن احنا كمان بدأنا نطور الحملة يعني في الغربية مبارح احنا الناس استضافتنا في أحسن استقبال وبشكرهم جدا جدا على الاستقبال الجميل دوت وعايز أقول كمان إن احنا كنا رايحين بشهادات هم دعموا التكريم ببعض البراويز وبعض الهدايا للناس المكرمة فبدأنا إن احنا نعمل توقام كلنا مع بعض فيه كمان معنا الفنانة هند عيكف الفنانة هند عيكف ومعنا الدكتور فؤاد النائب فؤاد محمد فؤاد اللي هو نائب العمرانية هم اشتبع دايرتي عشان بس ما حدش يقول أنا مركزة على الدايرة أنا دايرة بولاء الدكرور وبرضه هم أكيد إن شاء الله هيشاركوا بأكيد هيطبقونا إن شاء الله ويشاركوا بس دي بتتاخد بستطفى يعني أكون مثلا رايحة العمرانية بصور هنا احنا بقلنا قد ايه منتشنين الحملة تقريبا يعني حوالي شهرين شهرين دخلين على سبعة تلاف شهادة كون إن يدخل معنا أعضاء مجلس نواب كون إن يدخل معنا فنانين كون إن يدخل معنا صحفيين دا في حد داته نوع من النجاح للحملة في الفترة القصيرة دي كرمنا عدد قد ايه تقريبا سبعة تلاف شهادة سبعة تلاف شهادة بتقدمت بالفعل بتقدمت لفئات مختلفة آه إحنا منتشرين يعني إحنا منمشي بالشهادات بندعم حتى الدكتور أشرف مرعي رئيس مجلس الإعاقة قال أنا هتبع لكم شهادات على حسابي على أساس إن هو برضو بيشارك معنا في الحملة وفرحم بيها جدا هو فرح بالشهادة يعني دا تحفيز معنوي وحاجة تعتبر معنوية يعني دي مش عايزة أقول لحضرتك بتأثر قد ايه إن كان في ظابط إن كان في أمين شرطة إن كان في فرد إن كان شخص مريض أنا عايزة بس يعني بعد السور تتعرض لإن دي جزء بسيط جدا من اللي احنا كرمناه في يعني بالنسبة للشهادات هنعرض إن شاء الله مجموعة السور اللي معانا لكن مكلمك فاطمة نقلتي الفكرة لزملائك وزميلاتك ازاي ردود أفعالهم كانت ايه ويعني إنتوا ما شاء الله عليكم ماشيين من نجاح لنجاح دا حيستدعي فعاليات تانية وحيتطلب توثيق أكبر للدور اللي إنتوا بتعملوا بيه لما نوزع سبعة تلاف شهادة في خلال شهرين دا في حد ذاته جهد كبير خلال فترة قسيرة احتي لي بتوصلي الفكرة إزاي وردود الفعل إيه بعرض الفكرة على أي حد قريب مني دا أولا أنا برفع كده من الروح المعنوية لأي إنسان في عمله تمام عشان يتقن في عمله الفكرة بتعجبهم فبيبتدوا ينضموا بخدهم معي برضو أثناء التكريمات هم نفسهم لما بيشوفوا رد الفعل للشخص اللي بيتكرموا والفرحة اللي هو فيها قد إيه هم نفسهم بيبقوا سعداء من جواهم فبيبتدوا ينضموا وبيبتدوا برضو يوصلوا الفكرة اللي زمالهم التانين فبيبتد بقى الحملة تكبر وتنتشر عنهم هذا الأساس جميل أحطين أهداف أكبر متوقعين شكل الحملة حيستمر بنفس الأداء دا والتكريمات شهادات التقدير ولا ممكن تتغير بعض الفعاليات تضاف زي ما قالت لنا أستاذ ابتسام إن بعض الناس بتشارك بصور أخرى إحنا فاتحين الباب لكل المشاركات وكل التطورات في الفكرة اللي إحنا بنعملها وعلى المدى الطويل تفتكري هتوصل اللي جايت فين لأ توصل الأحكاك أحسن طبعا هي تتغير بس للأحسن للأوسع أستاذ ابتسام أما نتكلم عن حملة شكرا وإزاي نكون إيجابيين داخل مجتمعنا إن إحنا نبص دايما للجزء المليان من الكوب والجزء الإيجابي شايفة إيه متطلبتنا عشان الحملة تستمر إيه اللي طلبينه كأفراد في هذه الحملة بتقولي إيه الشباب المشارك معاكي في هذه الحملة وإيه المطلوب منهم والله بقولي الشباب شكرا برضو على مجهودهم كبير معنا الشباب الشرقية وإسكندرية وبعض المحافظات من الطريف قوي إن في محافظات في الصعيد بعتوا لنا كتير وقالوا إن يا جماعة بصوا للصعيد وفعلا وفعلا دي عشان هي بعض المسافة فإحنا ممكن نجيهم نموذج من الشهادة أو حدي يتطوع ويروح بنفسه هناك على أساس إن إحنا برضو نوصل للشهادات ناين لو عملوا سكانين وبرينتينج عن طريقه هي بس عشان بتتميز بالختم ممكن توصل الختم لأنه في مصدقية نوع من المصدقية بس أنا كنت أتمنى شيء آخر إن يبقى لنا صعيد يوصق على الانترونينت يوصق للفعاليات يعني أنا مش عايزة بس حامل الشهادة هو طبعا يعني واضح إنه الإيجابية في مشاركتنا بكلمة شكرا للأفراد واضح هما ليهم جهد بيمارسوا الجهد وبيقوموا بدور إيجابي وفاعل داخل مجتمعهم لكن إن أنا أقول إيه المتميز فيهم إيه الشهادة التقدير دي جياله ليه على وجه الخصوص لأن ده بيبقى في حد ذاته نموذج السبب وراء إيه علشان الناس تتعلم إن هل هو بيعمل بتفاني هل هو عمل يعني بيشتغل في ضغوط كبيرة ربط المنزل اللي بتربي أيتام وما فيش أي إمدادات مادية وفرحتها بالشهادة دي بحد ذاتها نموذج لو كتبنا الفعاليات دي بمجرياتها الحقيقية وبأسبابها إيه لي حيبقى العائد أكبر أكيد طبعا أنا ده بالنسبة اللي هو كان مؤتمر الغربية مبارح بالتحديد في مركز سانطا احتفال حافل بالنسبة للناس بصراحة يعني عملوا احتفالية كبيرة ودي الهدايا بقى اللي كان مركز شباب سومباطم شارك معنا فيها ده رئيس هيئة النظافة مبارح كان موجود في مكتبه الجمعة في طنطا برضو لا ده رئيس الهيئة في الجيزة طبعا مشارك معنا المجلس القومي المجلس المصري لحقوق الإنسان المهندس موسا برضو راح يكرم بشهادة تانية يعني بدل الشهادة تبقى تنين واحدة من المجلس المصري حقوق الإنسان واحدة بحملة شكرا اللي حابب بيشارك بيشارك بأي حاجة احنا فاتحين الباب لكل الناس ان هو يشارك معنا ومشأفهم بتتابع اللي قدمنا لهم شهادات التأدير وواقع تقديم الشهادات عليهم التغير في درجة إيجابيتهم هما كانوا إيجابيين لكن أكيد الشهادة دي على المدى الطويل هتفرق هما كمان معاهم بتفرق معاهم ومع المحطين حواليهم يعني أنا دلوقتي لو جيت قدمت لك شهادة تأدير وليك يزنيلة مثلا تانية تبقى مدكنة في العمل أكتر عشان تاخد شهادة برضو أكتر وحس بتكريم أكبر لها كمير أستاذ ابتسام ننتظر إيه تاني إن شاء الله من أفكارك الإيجابية الرائعة اللي بتنتشر وسط شبابنا دي مش أول مرة نعرض لنشاط حضرتك وتعلي اللي جاي أكتر إن شاء الله ربنا يخليك يا رب الحمد لله أنا بحب البلد دي قوي بحب أشارك فيها بالإيجابيات قبل السلبيات أبنشر فساد وبقول بس البلد في الوقت إنها محتاجة أيادي محتاجة شباب يرفعوها ومشوطوها محتاجة بناء مش هدم البلد محتاجة شبابها وولادها فعشان كده إحنا بنقول لهم شكرا ومع كلمة شكرا دي يعني أنا قلت فيه أموها بتبكي إن هي ما تعرفش معنى الشهادة وفيه ناس قدرها قدرتها وجات وقالت لا شكرا يمكن كلمة شكرا ما بتصنعهاش من أقرب أحسن من ظرف فما تجنعه بشهادة تأدير ومن ناس هي ما تعرفش استقبلونا بجد في بيوتهم أحسن من ظرف فيه فلوس يعني مش عايزة أنا مكسوفة وأنا رايحة بشهادة بس دي لقيت الناس كتير قوي يعني يمكن الأستاذ سيد فالكس برضو كان معينا كرم في الأمرانية في البهر الأعظم معينا وكده كان فيه ناس كتير قوي مشاركة وبشكر طبعا الإعلامية سوسا الحسيني نائب رئيس تحرير موقع القيمة عندنا نيوز بنفسها كرمت برضو مثال جميل جدا وأمثلة كتير بس المثال ده اللي أنا فاكريه الحقيقي هو حارس عقار مؤهل عالي ده نموذج جميل جدا إن هو اشتغل ما كسفش من مؤهله واشتغل عشان ما يدورش على يعني شغل مثلا يكسب منه طريق يوصل بيه بسرعة لا يعني هو عايز يشتغل حارس عقار عشان عايز يأكل عايش بالحلال وغير كده وكده عنده دووين شعر كمان شعر أيضا ومسجلها في الشعر العقاري فده اللي عجبني تجد بجد في النمازج الجميل لما قلنا له شكرا عمل ايه ده نموذج متفرد لشباب ده عمل لنا قصيدة كاملة باسمنا وكتير يعني كتير كل ما نروح للمكان نكرم فيه نلاقي قصيد الشعر نازلة علينا بس يعني تجيب حد ذاتها تبتكري نمازج أخرى سيد افتساب من النمازج اللي قربته على نفس المستوى من التفرد والإيجابية اه طبعا كان فيه نمازج كتيرة بس يعني الحقيقة فيه طفل بقى انا عايزة يعني اقول عليه طفل صغير طبعا من ثلاث سنين ما شاء الله حفظ الكرآن كله ختم ختم الكرآن في سنة سبع سنين وانا صورته جبت شهادته هنا والده والده عنده شالة ربي تهتك في النخاع الشوكي نتيجة حدثة جده بقى بعد ما طلع معيش احنا معانا صورته هو اسمه ايه يا سيدة سيدة؟ ده اسمه ما شاء الله عني مصطفى مصطفى ومحمود ده نموذج جميل جدا حتى معي فيديو كان بيقول فيه آية بقوله قولي الآية كذا والصورة كذا وفرحانة بيه جدا ما شاء الله وبر بوالديه جدا ماشا الله من الشباب بقى اللي هم ناشئ بقى اللي طالع اللي هو فعلا هيبقى حاجة جده كان مفروض انه يعني انا كرمت تقريبا هو وجده وبابا ليه بقى لان يعني والده صابر على العناء وصابر على التعب اللي هو فيه وانا يعني برضو امتبعيهم بكرني ليه كل احترام وكل تقدير عرف يربيه وعرف يخليه يتجه لان هو يحفظ قرآن ويشجعه وواصل معي لحد اخر اللحظة مصطفى خد عمرتين ما شاء الله وراح هو وجده جده بعد ما طلع معايش رجع تاني اشتغل عشان يأكلهم لان والده طبعا ما يقدرش يشتغل دي نمازج جميلة جدا الواحد اللي لابد ان يذكرها ودي اقل حاجة اقدر اروح فيها بشهادة بس كان معنويا بالنسبة لهم يعني كان حافز لهم حلوة قويا رائح يتعيلي ان وقع كلمة شكرا حيفضل عايش ومستمر اكيد اكتر من الظرف اللي فيه فلوسه حتتصرف وحتتنسي انما شهادة تقدير بكلمة شكر وتتعلق بتشعر الانسان انه جهده وتعبه ومعاناته ومشكلاته كلها حتقل وطقها عليه بكلمة الشكر اللي تقدمتله قد كده توجه ايجابي رائع منكم مشكورين عليه وانتو كمان تستحقوا شهادة تقدير وشكر لا 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 ازاي ازاي يا سيد انتسام لان قد كده فكرة بسيطة جدا احنا ناس كتير جدا بنعادي عليهم يوميا ولما بنقول كلمة شكرا بيستجربوها ويمكن رد في علوم معانا انه يعني عايز يقوم يعمل حاجة عايز لمجرد ان انت قلتله كلمة شكرا لانه ما بيسمعهاش كتير محدش بيقولها له فهي وقعها رائع وبتخلي الحياة احلى تيقلي يعني تخلي الدنيا تمشي لابتسمة الجميلة مع كلمة شكرا ممكن يبقى ليها دور فعال جدا ده في حاجة بقى جميلة جدا بتفضالي في ظل غلاء الاسعار بالنسبة للحالية بالنسبة خاصة للميكروباسات والتاكسيات في تاكسيات بتحط مغناطيس مثلا وحاجات زي كده اللعب كده بيعملوه بتاع ده غير انه هما اساسا تركاب التاكسي كل العدادات تقريبا وقفة وبايز فيعني عشان انا برضو بزع لما ده لايج الاجابية رائعة برد النمازج اللي ايجابية احنا اخترنا اخترنا داخل هذه الفئة الحقيقة لكن عايزينها تكتر اخترنا فعلا نمازج ايجابية وهو ذات نفسه قالني انتي محتاجة شكرا قلتوله انت اللي تتشكت فعلا انا بقولك شكرا لاني انت مش عغل عدادك ماشي بتأني ماشي في اتجاهه ما بيحبوش مثلا عكس السير او حاجة بيعدي الستاته الكبار انا طول ما انا ماشي بقى ايه يعني بقيم اه ده حتى اسلوبه محترم حتى اسلوبه كويش يعني احنا باشيين شايدات معينا اه طبعا منتظرين حد نقوله شكرا انا جاير معي شايدات برد جميل جميل ده في حد ذاته احنا ماشيين متحفزين ندور على النمازج الايجابية طب بصراحة كده النمازج دي كتيرة فاطمة بتشوفيها كتير موجودة هي موجودة بس ده حيخلينا كمان درجة تقييمنا تبقى اكبر يعني لا بدل الكل بيعمل كده لا ده احنا ندور كمان على تفرد مش كده ولا ايه اطفا يعني عندك الحلات كلها كده ايجابية فانتي بتشوفي بقى اكثر ايجابية بتبتدي بقى ترتقي بيها بترتقي بالتكريم جميل اه فكرة ان انا اكرم لان الناس هتشوف الانسان ده بيتكرم هتتغير سلوكياتها صحيحة جدا ان المصريين اصبح عندهم تخوف اه وتردد اه عند عمل الخير او عمل حاجات بسيطة ممكن تفرق يقولك لا الناس هتتريق علي انا هاخد لي كلمتين و ايه لازمتها انما لما بيلاقي حد بيعمل بيتشجع وبيتشارك وبالصورة بتتغير 360 درجة يعني ممكن تبقى في مكان وتعملي موقف بسيط جدا